قل لي من أيام المستريح الأول اللي هو كان 2015 وصولاً لمصطفى البنك في قصص كتير جداً حصلت في النص الناس لا تثق في البنك الحقيقي المؤسسة المصطفى ويتروح لهذا النصاب على اعتقاد أنه هو المخلص أنه هو هذا الشخص اللي حيستثمر أمواله احكي لنا أبرز القصص في الأول اللي لفتت نظر بص احنا بنتكلم عن فكرة الطمعة طالما الطمعة موجود فمصطفى البنك وحمد المستريح وكل الرجال دول بخير وقد بالك طالما هم في دماغهم فكرة التلاتين في المية والاربعين في المية وخمسين في المية وشتين في المية فايدة فالزبور مرتاح اللي هو بيلم منهم الفلوس فالفكرة هنا يعني هوامها أو تحت عنوان الطمع اللي اتنين شغالين الأخ اللي بيحط فلوسه ده ملايينه ده ويبيع بيته وبيبيع المشية بتاعته وبيبيع كل ما يملك علشان خاطر يحطها مثلا نحط له اتنين تلاتة مليون يفرح أول شهر انه هاخد مئة ألف يفرح تاني شهر انه هاخد مئتين ألف وفجأة نقول له معلش والله ده الكورونا ايه هجمت معلش ده حصل تعصر معلش ده حصل كذا وهو بياخد فلوس من مصطفى ويدي الإبراهيم والإبراهيم يدي الأحمد وهكذا بيلبس طاقية ده لحد ما يلاقي ما فيش حد ياخد منه الطاقية تحصل هنا الفرمالة على مدار السبعة سنين اللي فاتوا وتمان سنين اللي فاتوا كل شوية لاقي حد زهر محافظة مختلفة لا يعني أنا قبل ما أطلع مع حضراتكم عملت رصد كده حوالي عشر محافظات حصل فيهم الجرام ده حصل في الأهلية حصل في سكندرية حصل في الفيوم حصل في الشرقية حصل في القاهرة حصل في محافظات الصعيد لحد ما الحادثة الأكبر اللي حصلت في أسوان مصطفى البنك طبعاً إحنا بنتكلم عن فكرة كام ضحية يعني كام ضحية النيابة العامة كانت رصدت إزاي الناس في أسوان وهي عارفة الأسعار وعارفها من بيع بكام ونكسب بإيه إزاي اقتنعت وإزاي يمكن الناس حتى ما كانش معها فلوس وراح تأخذت قروض من البنك وده حصل في أسوان ودتها لمصطفى البنك صح هنا فكرة إزاي ما قلت سحارك من شوية الطمع فكرة عدم الثقافة وعدم الوعي عند الناس إنها إزاي تستثمر فلوسها في ناس سحبت فلوس من البنك في ناس عندها فلوس عندها مثلاً أرض بعتها عندها ماشية بعتها عندها عربية بعتها عندها بيت بعته وسكنت بالإيجار علشان تخاطر تحط فلوسها هو ما عندهاش ثقافة استخدام الفلوس دي في مشاريع الزبط استثمارية هنا إزاي إزاي إنت تستثمر فلوسك الوعي هنا غايل لو الوعي ده موجودة مصطفى الناس دي مش هتدوع على واحد نصابه هم عارفينه نصاب تخيالي أشهر جملة مسألة إنه مثلاً بيبقى فيه ناس من كبار العائلات في البلد مثلاً بتدخل مع النصابين دول فالناس في البلد بتقتضي بيهم طبعاً ده إنتي هتلاقي ناس كبيرة في البلد بتدخل لو جينا في مناطق زي القاهرة هنا أو اسكندرية و هتلاقي آسف يعني ممكن تلاقي فنانين ممكن تلاقي لعيب الكورة حاصل تسويق الشبكة آه لعيب الكورة داخلين ودول نجوم النجوم مش محتاجين أصدر فلوص يقوم موظر ثقة عند الناس فالناس بتصطدي بيهم للأسف هم بيقوم موظر ثقة وبرضو يبقى مضحك عليهم في قصة أسوان هم كانوا عارفين إن الفلوس دي غلط يعني الفلوس اللي دخلالهم غلط لدرجة إنه واحد قال لك أنا ما كنتش عارف إنه هو بينصب علينا أنا كنت فاهم إنه هو شغال في الأسار أو في المخدرات بتخيلها إذا كان كده ماشي آه إذا كان كده ماشي ده مضح حرام يعني أنت فلوس الأسار والمخدرات حلال يعني أنت بتحللها لنفسك وبتحللها وبتبرر إنك إنت تأخد فلوس فوائد فهنا الفكرة إنه بيجمع أكبر قدر من الناس واخد بالك له عمل كتير بيرميهم في الشارع العميل ده يقول لك يخش شارع معين أو يخش محيط معين ويتكلم عنه ويتكلم عن الفلوس اللي خدها دي رقم واحد رقم اتنين الضحايا نفسهم بيبقوا خير دعاية المين للنصاب فاهم طول الوقت بيتكلموا طول الوقت كل واحد فيهم عايز يكسب اللي حواليه يكون الواحد داخل الأول بعد شوية يجيب أبوه يجيب أمه يجيب حماية يجيب حماية ويجيب صاحب ويجيب قريبه يلا بينا ايه لبنوا فلوسكم ويلا عشان نكسب فاهمني فهنا كلمة السر الضحية الضحية هو الأساس الضحية لو لأ حد يرشده لو هو عنده وعي مش هيحصل اللي حصل دي رقم واحد رقم اتنين بنتكلم عن فكرة ازاي هو بيلاقي اللغة والمدخل والمنفذ اللي من خلاله يقدر يسلب عقول الناس اللي حواليه يعني مصطفى كان بيطلع لو حدك تتذكري كان بيطلع مصطفى حطت فوتا هنا مصطفى البنك مصطفى لا مش مصطفى كتابك مصطفى البنك كان حطت حاجة على رقابته كده فتبين ايه بعد شوية انه هو كان ممسوك في قضية وتمسك هو بيسرق من كم سنة فحد ضربه بسكينة او بشلة فهنا عمل جرح كبير جدا فطول الوقت فكان بيطلع هنا سكارف صيف مش سكارف يعني تسكارف للمهار للمهار قافل المربع ده دي رقم واحد الولد كان بيتكلم بلغة ايه ناس في الأسوان طيبة جدا من قطيب خلق الله الجماعة في الأسوان واحنا بطبعنا كمصريين كلنا ضعاف جدا ناحية قل البيت مين فينا ما بيحبش الزبط قل البيت واخد بالك فهو ايه يطلع ببركة السيدة زينة بحنا نوزع الفلوس فالناس يعيني تروح ببركة السيدة زينة بحنا جبنا حمولة باشية ببركة السيدة زينة بكسبنا شايفين الفلوس قد ايه ويجي حاطط كم كبير من الأموال على طربيزة كبيرة مصطفى ويستعرضها أي حد يشوف الفلوس دي عينه هتزغلش طبعا وهو أصلا مخدهم النس تانية طبعا مخدهم النس تانية مش جمهن وكان مسجل خطر وكان سواق تكتك كل القصص دي وكل هذي العبر فمصطفى عمل دا كله البنك اه مصطفى البنك مش ماخد بالك فالفكرة انه ازاي انت قادر تقنع على الكبير من الضحايا وازاي تتسوق لنفسك من خلال السوشيال ميديا من خلال الفيديوهات زغل العيون الكل عيون وعقول الناس في فكرة هات فلوسك وخد بيدي فايدة مثلا ممكن في الاول توصل 50% فالناس هلتجنن خلاص البنك هدين 18 هو مش فكرة عمم ثقة في البنك هو عدم وعي عند الناس طب من خلال من خلال تغطيتك من 2015-2022 لزواهر النصامين المسرحين اكبرز الضحايا اللي فعلا تأثرت بهم هل في حد مات هل في حد طلق هل في حد فلس هل في حد يعني الضحايا انا بتكلمينا بعد جزء التاني ماشي كان اغرب حد اغرب حد كان حد من أسوان في الفترة الأخيرة دي الراجل قال لك انا طالع بشكل اقسم بالله لو جبت أروع مخرج سينما ودراما مش هيطلع من الراجل ده اكتر من اللي طلع منه قال ايه الراجل ده قال لك انا مش لاقي كفني يا بوي انا مش لاقي كفني يا بوي انا مش لاقي كفني انا مش لاقي الفلوس اللي تكفن بيها انا بعت البيت انا بعت الشقة ما يمكن إحنا دائما يا أستاذ سامي بنقول إن الدراما بيبقى فيها نوع من أنواع المبالغة اللي حصل في أصوات مؤخراً كمة الدراما يعني لو جبنا بيقولك أجدع مخرج وأشتر مخرج مش هيطلع من الناس دراما حقيقية يمكن الدراما الحقيقية دراما الحياة أقوى بكتير من الدراما والسينما اللي إحنا بنشوفها الراجل قاعد قدام بيته على الطراب وعمال يعيط وراح شادد ومقطع هدومة مصطفى ويقولك أنا مش لاقي أجيب علاج لابني مش لاقي مش عارف إيه مش لاقي أكل هو ودى كل فلوسه وحطه كل فصلة واحدة طبعا ودى فلوسه هو المفترض هنا لو فيه فكر وفيه ثقافة وفيه وعي وفيه ناس بتوجهه لو فيه دور مجتمعي للجامعيات ورجال الدين سواء رجال الدين المسلم أو رجل الدين مسلم ومسيحي سواء ناس هناك مثقفة ناس متعلمة لكن أنت بتلاقي ناس فعلا متعلمة وناس خارجة لسانس وبكاريوس وأطباء ومهندسين وحطين فلوسهم علشان مسألة الربح السريع طبعا الربح السريع وهو مش في الأساس ربح السريع الأساس أن دي جريمة مكتملة الأركان صحيح الجريمة دي بكل أسف ولازم ما حللش الموضوع النفسي لأنه بيحصل تحليق يعني نوع أنه زي ما كنا بنقول من شوية الناس قالت لك ده كان بيتجر في السلاح أو في المخدرات أو في الأثار على أساس أنه ده عادي طبعا أنا بتكلم هنا عن حاجة واحدة إن المتهم هنا متهم والضحية أيضا متهم هما الاثنين مزنبين صحيح يعني هو مصطفى البنك لو ما لقاش ناس يدحك عليها ناس ما قوى حالة أنها تتلطش ويتخذ منها الفروس مش هيبقى كده يمكن كلمة المستريح دي ناس كتير تقولك إزاي كلمة المستريح جات هي كانت في 2015 قبل 2015 شيء وبعد 2015 شيء تاني قبل 2015 كانت أهلية تقريبا لا كان في الصعيد لا مستريح الأولاني 2015 لا أفتكر كان في الصعيد اسمه أحمد مصطفى المستريح صحيح فمن ساعتها بيقولك أي حد يطلع إن شاء الله حتى ينصف 200 جنيه قولك جهة مستريح 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 لحدها بقت عادة قبل مستريح صابون ومستريح عقارات ومستريح موبايلات ومستريح سيارات ومستريح عقارات ومستريح كروت شحن أنا فاكر في مرة في 2006 كان فيه مستريح لكروت شحن إزاي عمل إيه بقى؟ كان بيلم فلوس من الناس ويديهم كروت شحن ويقول لهم هنكسب أنا فاكر كم الضحايا من النواب ومن المشاهير ومن الناس العادية وناس دفعت دم قلبها وخدمها لك وفضلت مستريحة 3-4 شهور فقبل 2015 كان أي حد إن شاء الله حتى مستريح قد كده ما مكنش يصبح مستريح يقولك الريان 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 كان برند قبل 2015 أي حد يخلش في قصة توزيف أموال أو في نصب أو في احتيال أو في استلاء على الأموال يقولك ده الريان بعد 2015 أحمد مصطفى المستريح وداخد حكم 15 سنة كل أي قضية فيها نصب وفيها استلاء على الأموال وفيها القصص دي اسمها المستريح يعني نحن عندنا الشق الأول وشق الثاني أنا عايز أتكلم في جزء مهمة جدا فكرة التشريع هنا وفكرة القانون والعقاب يمكن العقوبة بتاعت الناس دي تخيل أنت مصطفى البنك ممكن ياخد كار كان 200 مليون جنيه أظن المستريح الأول آه كان قريب من هذا الرقم وآخر واحد البنك ده 2 مليار ده أكبر واحد لا هو اللي أنا فاكره من البيانات الرسمية ما كانتش 2 مليار كان حوالي من 200 ل 300 مليون ده بيان رسمي وكانت ضحايا حوالي 890 ضحايا عادة ما بنقدرش أو الشرطة بتقدرش أنا لا بتقدرش إنها ترصد الرقم كاملا يعني مثلا في ناس بتستخبه في لاز أصلا ما بتبلغش وبتنصب علىها ما بتبلغش بتاخدها على نفسها نوع من أنواع العزة ومعقولش أن أنا تنصب علىها لا وفي ناس تقول لك أنا مش عايز حد يعرف أن أنا عندي فلوس يش متفية ايوة يش متفية بحدش مليجراني يعرف طب ساستامين خلينا نرجع لنقطة مهمة جدا ده مسألة التشريع لأنه هي هتحمي المجتمع ككل مش هنقول بس الناس اللي يتنصب عليها يعني عقوبة بقى طبعا العقوبة طبقا لمواد القانون ضعيفة شوائق واخد بالك وأحيانا بيبقى فيه فكرة المصالحة مش مصالحة فكرة استرداد الأموال لما يرد الأموال اللي عليه بممكن ياخد براءة تمام هنا لازم المشرع ويطلع يعدل فيه القوانين ومجلس النواب يشتغل على الفكرة دي أنه يغلز العقوبة طالما غلزت العقوبة وطالما عندنا حد بقى عبرة الموضوع ده ممكن ينتهي ده رقم واحد يعني احنا لازم ما يبقاش مثلا في القضية ياخد حبس من سنة لثلت سنين قليل جدا ياخد أقصى حاجة خمس سنين قليل جدا وما بيردش وبيقى المبلغ بره ويرجع ياخده يصرفه ويسافر بقى ايه أنت فاكر في الم اللي هو مرجان لما قلتش تابور قال لك أبويا جوه لكن فلوسه بره واخد بالك نفس القصة هو الرجل جوه لكن فلوسه بره يعني فالفكرة هده لازم المشرع يتحرك ولازم بقى فيه عقوبة أكثر خسوة مجل تحت إيدي مش قادر ياخد منه الفلوس ازاي يعني هو مش هيطلعها طبعا إجبارا بس يعني هل في تشريع أو هل في يعني الدولة التانية بتعمل ايه لا هو الطبيعي ايه اللي بيحصل في ملف زي ده الطبيعي انه هو بيتم حصر كل الأموال والممتلكات والعقارات اللي تبع هذا الشخص حصرها رقم واحد في المقابل بيتم حصر اللي علي للناس للدفع يقولك الناس اللي دفعت هات ما يفيد اللي انت دفعت يقولك انا في اليوم الفلاني اديت له 2 مليون واليوم اللي بعد كده بعت البيت بشعر بكام وديتهول وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بيتعمل حصر ما من اللي اتنين انت هتلاقي مهدر كتير في في الفرق ما بين اللي الدفع وبين اللي في حوزة الزبون لان الزبون طبعا مش شغل ناس حواليه مش شغل 30 او 40 واحد بيشغلهم مش شغل عربيات مأجر مكان مصريفه كتير برضا الله يعينه مصريفه كتير ساعات وما هو لازم يدوء واخدبالك فهو هنا بيصرف تمام ففيه حرق كتير بيحصل فيه فلوس كتير بتتحرق وبتضيع فلوس الناس بيضيع فلوس الناس طبعا طب السلام علينا سأل حليك سؤال مهم يمكن بالنسبة للناس بتتفرج علينا لو حد لا قدر الله منصوب عليه حاليا ولسه الرجل اللي هرب ولا تبلغ عنه لكن هو يعني بيواجه بسألة ناس بيعملي بس هو طب أنا هجاوب على حقيق بس هقولك على الشرح الصغير هو الضحية هنا بيبقى في حيرة شديدة من حاجتين هيقولك طب أنا أستدنى شوية ولا أقدم بلاغي لأنه لو راح عند الشرطة والنيابة لا هيعرف يتصرف ولا هيعرف يرجع لي الفلوس تعرفي أن فيه حد في أسوان اتقبض عليه من فترة حد من الضحية راح دفع له فلوس الكفالة عشان يطلع اعتقادا منه أنه لما يطلع هيرده فلوسه اه طبعا فاتنصب عليه مرتين لحوالي مرتين دفع له مثلا مش عارف مليون أو اتنين أو تلاتة في الأول وفي القصص دفع الكفالة راح دفع له كفالة وطلع نحن هنا بنتكلم عن حيرة ما بعدها حيرة ويبقى الضحية موجود فيها مش عارف يعمل ايه مش عارف يتصرف ازاي طب انا اقدم بلاغ و فلوسه ضيع ولا استنى عليه وهو خلي بالي الراجل اللي بينصب ده بيفضل شغال وهم وهم وبيختار الزاوية اللي انت فعلا نقص عندك او استغلت طب بيستغل بيستغل كمان العاطفة مثلا انت جالك مرة واثنين وثلاثة وانت بتصده جالك أربع مرة تقديني كذا تقديني كذا يقولك مثلا طب ده احنا مش عارف هنشتري اجهزة باربع مليون وهنكسب مش عارف خمسة مليون يعام هو فين ده طب سؤالي الاخير الزمن اللي بيستغرقه النصاب من الظهور حتى الهروب من خلال تغطيتك من 2015 ل 2022 هل هو زمن متقارب هل 8 شهور 10 شهور سنة سنة اتين ولا بيبقى قد ايه بص خلي بالك من حاج يعني صح حزبة برضو رياضية عشان افضل اعود ادي واخد اعود ادي واخد لقيت لما لايه عندي المبلغ فاقولك هو ده ما هو هنا على فكرة ما هو النصاب ده ذكي جدا على قد شغله على قد ما يكون مايستره في القصة بيستمر تمام على قد الناس اللي معها شغالة وبيجيبوله زباين جديدة بيستمر تمام لكن هو لما محدش يقدم بلغات ضده بيستمر كان مثلا شهر مثلا لا عادي يعني مصطفى اشتغل فترة اعتقد اكتر من سنة في المستريح اللي هو احمد مصطفى اللي سمي على اسمه المستريحين الاخارة دول خد سنتين في ناس ممكن تاخد شهرين وبتبقى الشهرين دول اللي هو بيلم 20 مليون 30 مليون يعني حد في اسكندرية يقولك انا هوظف الناس فيلم فلوس حوالي مثلا 10-15 مليون من 40-50 واحد فبسرعة اللي دفع بيقدم بلاغ فلما بيقدم بلاغ الدنيا بيتم الكشف عن القصة وبيتم الابض على المنتهى فهي ما لهاش مدة زمنية محددة هو مجموعة من الناس موجودة حواليه ممكن تصبر شهر واثنين وثلاثة وثنة في تحت بند بكرة بعده ودناها تصرب ودناها تصرب وهنا المهم يا سلامي ان احنا نشير للمسألة انه البلاغات دي يعني ان الناس تكون اجابية اه تنصب عليك واه طبعا ابتلاء شديد جدا طبعا لكن كمان انت بتحمي المجتمع كله وبتحمي أسر كتير ممكن بيوتها تتخرب من تحت رأس النصب ومن تحت رأس النصب ده انك تروح وتبادر وتبلغ باللي حصل معاك بانه يتقبض عليه وتنتهي المشكلة دي طبعا المفترض اي حد اتعرض لواقعة نصب ما يترددش بس احنا بنتكلم واحنا بعيد عن القصة يعني لو انا مش انا اي حد دافع مثلا اتنين ثلاثة مليون يقولك طبعا انا هيتحفز بكرة الصبح صحيح انا بشوفه هيقولك انا بشوفه ليه النهار بشوفه وضغط عليه وبكلمه التليفون وببعط له رسائل وبروح له البيت وبروح لقريبه لكن هو خلاص دخل السجن خلاص انا مش اعرف اتمكن من انا قبله ولا اضغط عليه حتى على القل استرد جزء من فلوس يصل لخمسين في المية لكن اللي احنا المفترض نركز عليه ايه نركز على فكرة توعية الناس صحيح فكرة التفقيف الناس دي لازم تفهم ازاي فلوسها تشتغل ازاي يعملوا مشاريع ازاي يخشوا في تجارة ازاي يخشوا في مصانع ازاي يخشوا في كذا ازاي يحطوا في لسهم في بنك مكان آمن مهم من حصل وازاي نوعوا استثمرتهم وده الجزء الاهم لازم احنا كاعلام وكصحافة لازم نشتغل على فكرة دي يا مصطفى نشتغل على فكرة الناس وخصوصا فين خصوصا في الريف والقرى هل حد كان يتوقع ان اهالي اسوان اهالينا وحبيبنا وناسنا الطيبين يبقى عندهم هذا الكم من الاموال اه كتير منهم باع كل ما يملك ولكن انت سبتو كفريسة انت كمجتمع مكتمل مش مش كحكومة مش هنا بنوجه التهامل لحكومة انت كرجل دين انت كجامعيات مدنية انت كمثقفين انت كدراما يعني وقد مالك فالمفترض التوعية والتصفيف لازم يبقى مستمر ودائما نوجه عين وعقل المتابع بتاعنا لفكرة تستثمت هذا مصروع مشكلة وعي صحيح ده اكيد جزء منها جزء منها هو الوعي